نلوح لنادي الزمالك نادي الزمالك مصدر في اتحاد الكرة قال لنا اني نادي الزمالك لما قيد لعبي الفريق القدامى في القائمة الاولى قبل ان يغلق اتحاد الكرة بباب القيد ده مش معناه انه ازمة منعه من القيد اتحلت اللي هي جاي من الفيفا اللي هي الزمالك موقوف عن القيد بسبب قصة سبورتينج ليشبونة والشكابالة والقصة بتاعة اشينبونج وجزء كده لها علاقة بمستحقات ودي دجلة في حق رعاية ابراهيم نضايا مصدر في اتحاد الكرة قال لنا ان القائمة الاولى اللعيبة اللي حطها الزمالك في القائمة الاولى فيها لعيبة ممتدة عقودها مع نادي الزمالك اللي هم كانوا معارين او لعبين ما كانوش او كانوا على يعني مش بيشتغلوا مع الفريق الفترة اللي فاتت فتم قدهم في القائمة الاولى مصدر كمان في اتحاد الكرة قال لنا انه حصل على قيمة الخمسة في المائة من المبالغ اللي دخلت الزمالك من مستحقات صفقة مصطفى فتحي من التعاون وايضا نفس الامر منتظر في فلوس سيف الدين الجزيري وقيمة مشاركة الزمالك في دوري ابطال افراقيا كل ده اتحاد الكرة بياخد منه نسبة عشان المستحقات المتأخرة في نادي الزمالك لده اتحاد الكرة فالامور ايضا بتتحل كل ده رد على قصة ان اتحاد الكرة هل يجامل الزمالك في شيء ولا ولا راجل مصدر في اتحاد الكرة قال لنا الوضع ماشي ازاي بالزبط ده فيما يخص الزمالك ومستحقاته لده اتحاد الكرة عشان كده نادي الزمالك اجل قيد السنائي احمد عيد واحمد ايمن منصور في قائمة الاولى بسبب توقيع السنائي على عقود جديدة هنا بقى اصبحوا اتنين لعيبة جدد في نادي الزمالك انت ماضية عقدي جديد ماضية عقدي جديد بقيت لعب جديد وبالتالي مش هتتقايد ليه؟ عشان الزمالك موقوف قيده من قبل اتحاد الدولي لما يتفتح القيد لما الزمالك يسدد فلوس اشنبونج وسبورتين اشبونة الاثنين اللعيبة يتقايدوا مع صفاقات جديدة ينوي الزمالك التعاقد معه اشتركوا في القناة